اشتركوا في القناة صحة وسعادة اشتركوا في القناة من الناس اللي حوليني لما نتنش أول الصبح تقعد في السرير دائما نقول أول شي طبعا الحمدلله إذا أحيانا بعد ما أماتنا طبعا لازم هذا الدعاء كل صبح بعدين نبتسم وإنش ما نقول فيدي اليوم أحيان يوم أحد بصير الدوام عندي مديري عندي مادير بيعي عندي موظف عندي هذا ينشر طاقة سلبية في الهواء فبالتالي ما يمشي يومك مثل ما أنت تحب دائما ابتسم سبحان الله متبتسم وتفكر بإيجابية كل الأشياء اللي كنت تحاتيها أو تخاف منها إنه رح تخرب عليك يومك تلاقيها سبحانه وتتيسر من الله ويمشي يومك مثل ما أنت تحب خلوني رحب بالطاقة الموجود معاي معاي اليوم في الإخراج أي من سرحيل صباحك وردي منوح وفي التنسيق عندي ميرا المري مثل ما دائما تعودنا إنه حنبدأ بما هو الجديد في مواقع التواصل الاجتماعي منه دائما معانا طبعا أسمى الجناحي صباحة وردي أسمى بخبرنا ما هو جديد مواقع التواصل الاجتماعي صبحتم الله بالنور والسرور دكتورة عليك على كل المستمعين المستمعين ذاعتم ردبي ناخذكم جولة في الأشياء التي صارت في الهيئة وإشياء التي صارت وحطيناها في القناة التواصل الاجتماعي هي تصحة عندها جلسات حديث الصحة وفيها تتشرف المستقبل وكل مرة مع جلسة يديد الأسبوع الماضي ويوم الخميس كنا مع سعادة هدي هاشمي مساعد المدير العام للإستراتيجية والإبتكار في وزارة مجلس الوزراء والمستقبل أيضا من ضمن الأشياء والفعاليات التي صارت في شوار مستوخ وجري بين معالج ميديك طامي وأطباء الإقامة المواطنين الموجودين معانا كان هناك جلسة وحوار مباشر وشفاف بين الاثنين أيضا في قسم يديد تم استساحة في مستشفى راسس وهو قسم الـ VIP بناء على طلب الكثير من المتعاملين يكون غرف فندقية فتم إضافة جناح كامل وقسم كامل للـ VIP رومز أو غرف طائقة الرعاية والفندقية نعم ممتاز أيضا كان في استساحة كذلك في كل من أقسام العصاب والقلب كذلك في مستشفى راسس نظرين النفايح لكننا نحاطينها النجاح الحقيقي هو أن تصل إلى هدفك وقد استمتعت بكل يوم في تحقيق هذا الهدف دائما نركز أنه يعني دائما نركز كيف أنت لا تركز بس أنه أنا أريد أنجز 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 أنت حاول تعيش اللحظة تعيش الإنجاز اللي قاعد تتوي صحيح التكلفت مثل ما يسمونهم ونختمها بالرسالة الصباحية كل يوم من يومك سيكون مميز فقط إن أرى أن يكون كذلك صحيح وعندما تكون صحة وسعادة وانت بصحة وسعادة يا أسمى شكرا لك حبيبتي نهارك سعيد الله إن شاء الله لا يحج حد للمستشفيات بس حلو يكون في غرف في IP أو غرف للناس المهمة اللي حاب يعني يميز إقامتها في المستشفى فنشكر هات الصحة ومستشفى راشد لها التوسعة وإضافة غرف الفي أبي وأهم شيء مثل ما دائما نقول صوت المتعامل التوسع للسود أكيد بنانا على اقتراحات المتعاملين وملاحظاتهم فحتى برنامج صحة وسعادة يعتمد على ملاحظاتكم وأراءكم واقتراحاتكم فتواصلوا معانا على 6-0-5-5-1-4-1-4 ورسائل النصية على 4-0-0-6 أنروح الحين لفقرة التوعية التغذوية بنتكلم اليوم عن مرض الزهايمر الله يجيونا وإياكم من أمراض الزهايمر وغيرها عندنا خصائط التغذية الأستاذة هانادي الغبيش بتكلمنا شو هي التغذية المناسبة لمرض الزهايمر يا صباح الوردي أستاذة هانادي صباح الخير حافظي هياكي اليوم إن شاء الله رح أول شيء وداية رح نعرف أشو مرض الزهايمر بعدها نتكلم عن التغذية المناسبة لهذه الفئة من المرضى مرض الزهايمر هو التراجع التدريجي في الذاكرة ومهارات التفكير تدريجيا إلى أن تصدح شبه معدومة النساء أكثر عرضة لإصابة بمرض الزهايمر من الرجال مقارنة مع الرجال هلأ تقريبا الإحصائيات حسب تقديرات الجمعية الألمانية للزهايمر تقريبا 35 مليون شخص في العالم بعانوا من مرض الزهايمر ومن المتوقع أنه يرتفع هاي النسبة إلى 115 مليون بحلول عام 2050 ومعظمهم من النساء؟ يعني هم أكثر عرضة من الرجال أكيد الريال هم ييب لنا زهايمر أكيد أهما سبب الزهايمر تفضل يا أستاذ أندي تفضل أكثر من الدراسات والأبحاث بتشير أنه النظام الغذائي قد يكون عام الرئيسي بالحفاظ على صحة الدماغ والحد من الإصابة بمرض الزهايمر لقوا كمان أن الأشخاص اللي بتناولوا كميات كبيرة من الدهون وعلى أخص الدهون المشبعة يعني من مصادر حيوانية واللي بتناولوا اللحوم المصنعة مثل أنا الصجاق البرجر هاي اللحوم المصنعة كمان هم في عرضة واللامشون عرضة للإصابة بمرض الزهايمر أكثر من غيرهم هلأ بالمقابل في أطعمة إذا تناولها الإنسان قد تقي وتقلل من حدة الإصابة بمرض الزهايمر ومن هاي الأطعمة حدرجهم على ثلاث فئات أول شيء الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 واللي هي الدهون المشبعة وهاي موجودة في أي مجموعات موجودة في الأسماك وعلى أخص سمك السالمون مشان هيك مننصح تقريبا الأشخاص يتناولوا تقريبا مرة أو مرتين في الأسبوع على الأقل من هاي الأسماك وكمان المكسيرات على الأخص الجوز اللي هو شكله مثل الزهايمر تقريبا تناول 30 جرام يوميا كمان كفيل بأنه يحمي كمان من مرض الزهايمر وكمان فيه جميع أنواع المكسيرات هي على الأخص الجوز الثئة الثانية هي الأغذية الغنية بالمواد المضادة للأكسدة وهي موجودة بجميع الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ، ورق العنب، البقدونس، الجرجير، البروكلي كل شيء لونه أخضر فيه مواد مضادة للأكسدة وكمان الفاكهة اللي لونها داكن مثل التوتي البري، الفراولة، العنب كمان هاي الغنية بالمواد المضادة للأكسدة المجموعة الثالثة اللي هي الحمضيات وذلك بسبب احتواءها على فيتامين سي اللي بيقلل من حدة الإصابة بمراض الزهايمر كمان فيه عندنا الشاي الأخضر فيه كتير دراسات أجريت على الشاي الأخضر ولقوا أنه احتواءه على مادة البوليفينول بتحتني خلايا دماغ من التلاغ وتقريباً ننصح تناوله تقريباً من كافتين لتالت كافات يومياً هلا فيه كمان عندنا بعض الابهارات مثل الإرفل، الكوركوم هاي كمان لو إنها هي بتزيد تدفق الدم للدماغ بالتالي تقي الأنسجة وخلايا دماغ من التلاث وتقلل من العردة للإصابة بمراض الزهايمر وكمان زيت الزيتون بسبب احتواءه على الدهون المفيدة للدماغ ممتاز هلأ هاي أهم الأشياء اللي إلها علاقة بالتغذية هلأ رح أتكلم كمان على بعض النصائح لإذا تواجد في البيت شخص يعاني من مرض الزهايمر كيف إحنا نتعامل معه هلأ مريض الزهايمر قد ينسى موعد آخر وجبة تناولها بالتالي قد يكون عرضة لإصابة بسوء التغذية ممكن يعني يعتمد على وجبة واحدة فقط في اليوم إذا ما حد أقدم له الأكل يعني يعتقد أنه هو مو زمان أكل يعني آخر وجبة أكلها تكون كتير قريبة فهو ما بيحس بالشبع بالتالي لازم إحنا نقدم له الوجبات ونعرض عليه باستمرار وجبات منتظمة اللي هو فطور غدا عشب بالإضافة لوجبات خافيثة بين عطهم في بعض المرضى كمان ما بقدروا يأكلوا كميات كبيرة على نفس الوجبة ليتغطي إحتياجاتهم بالتالي يجد تقسيم وجباتهم مثلا وجبات صغيرة بشكل مستمر كل ساعتين ثلاثين عطيهم وجبة هلأ كمان نتدرج بالقوام لهذه الفئة حسب إحتياجاتهم مثلا في مرضى منهم بعانوا من عملية البلع أو سوء في المضغ بالتالي يجب تقديم لهم الطعام على شكل مهروس ولين بسل عليهم بلعه وهضمه كمان إعطائهم الوقت الكافي يعني مو بس نحط لهم الوجبة وخلاص بسرعة بسرعة هاي لا إعطائهم الوقت الكافي لأنهم بيأخذوا وقت وهم يأكلوا هذا ما تقدم العمر بسبب لهو سوء عملية الهضم والامتصاص والبلع وقد يعاني كمان من مشاكل في الأسنان تقرحات بالفم فكل هاي الأشياء لازم إحنا نراعيها وكمان تقديم لهم الطعام الآمن لأنه ما يتقدم بالعمر ومريض الزهايمر كمان على الأغلب يكون عنده الحواس كتير ضئيفة مثل حاسة الشام من اللام في البصر وممكن تقدم له طعام ساخن ما يحس فيه فممكن يحترق لشان هيك لازم نقدم لهم الطعام حرارة تكون آمنة نقدم لهم الأطعمة اللينة اللي ما يغص في هاي الأطعمة إذا أكلها مثل المكسرات مثل البوشار فهي الأشياء نتجنب تقديمها لهم لأنهم ما بيدركوا خطورة هاي الأشياء على أرفسهم صحيح نصيحة أخيرة توجهينها أستاذة هنادي لمستمعيننا سواء عنده حد في البيت عنده زهايمر أو ممكن الوقاية من زهايمر في المستقبل أي ودائما منقول هي تغيرات اللي قد تكون صغيرة لكن ممكن تحدث فرق كبير فلهدول الفئة من الأشخاص لازم نقوم بتغيير يعني نمط الحياة عندهم نضمهم إلى مجتمعنا يعني نخليهم يعني اجتماعيين ودائما نكونوا بين أفراد الأسرة يمارسوا الأنشطة الرياضية نغير في نمط بداؤهم بالإضافة للتدخيل الأطعمة اللي ذكرناها بتساعدهم على التقليل من حدة مرض الزهايمر هاي كمان ممكن تفيدهم إن شاء الله شكرا لتش أستاذها نادر غبيش هذه المداخلة بخصوص الأكل اللي يقينا من الإصابة إن شاء الله بمرض الزهايمر شكرا لتش حبيبتي ونهارة سعيد حياك شكرا مثل ما سمعتوا الأكلات اللي تعرضنا لزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر طبعا أول شيء كتش بيدرب الحالمين دائما لما نذكر مثلا الأشياء هو عبارة عن بناء على دراسات معينة إنه ممكن تتأكد لكن تزيد أو تقلل من خطر الإصابة واحدة من الأشياء هي اللحوم المعاد تصنيعها مثل السجق مثل اللانشن مثل البابروني كل اللحوم المعاد تصنيعها أنا دائما أفضل نحن ما نستهلكها أنا عن نفسي ما أحب أي لحم معاد تصنيعها وفي ملاحظة أنا مرة واحدة من المتعاملات ذكرت ليها قالي دكتورة حتى الديك رومي الديك رومي ما شاء الله معرف أنه صحي أكثر من الدجاج لأن كمية الدهون فيه أقل لكن لما نشتري الديك رومي من السوبر ماركت نتأكد ترفين نوعين في واحد منهم معاد تصنيع لحم ماله وتلاقونه يشبه اللانشن في استوانات يكون هذا معاد تصنيع وفي صدر الديك رومي الفرش تلاقونه ضعيفة مقصص ويبين عليه فرش يبين عليه أن يكون أرق فلا تاخدون أي شيء يكون عبارة عن استوانات لأنها عبارة عن لحم معاد تصنيعها دائما أخذ الأشياء الفرش الموجودة في الثلاجات فنحن نطلع إن شاء الله نحن نفاصل بعد الفاصل رح يكون عندنا مداخلة بخصوص اليوم العالمي لأمراض القلب رح نتحدث عن هذا فابقوا ويتتبوا بعيدا صحة وسعادة ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة للتواصل على 600551414 ورسائل النصية على 4006 يحتفل العالم في 29 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقلب والذي يأتي هذا العام تحت شعار قلبي قلبك ليؤكد من خلاله الاتحاد العالمي للقلب ضرورة العمل سويا للعناية بقلبي وقلبك وجميع القلوب وأن ضمان صحة القلب هو جزء من مهمة الاتحاد لخلق مجتمع عالمي سليم وحياة صحية أفضل طبعا هيئة صاحب البيت شارك في الاحتفالات في هذا اليوم من خلال عديد من الأشيطة والفعاليات التي تستهدف تنمية الوعي المجتمعي بأمراض القلب وسبل تفادي هذه الأمراض والعوامر الرئيسية المسببة لها وتجري الهيئة العديد من فحوصات الطبية المجانية في حوالي 6 مواقع مختلفة في تبي وتشمل قياسات ضغط الدم وأشركة الجسم نسبة السكر معدل الدهون إلى جنب طبعا استشارات طبية وفي أيضا بعض من الأنشطة حول هذا اليوم عن أمراض القلب وعن الخدمات اللي قدمها مستشفى راشد بشكل عام في محور أمراض القلب يسررا يكون معانا اليوم في الاستوديو الدكتور أنس الخطيب أخصائي أمراض القلب في مستشفى راشد يا صباح البدء دكتور أنس هلأ مرحبا بالبدء أود نشكر إزاعة نور دبي وبرنامج صحة وسعادة على هذا الاستطافة الكريمة لألقي الضوء على جهود مستشفى راشد قسم القلب في مكافحة وعلاج مرض القلب كما تعلمون طبعا أن مرض قلب من الأمراض الخطيرة جدا والتي تؤدي إلى الوفاء يعني إذا أهملت ولم يتم علاجها في الوقت المناسب مستشفى راشد دايما هي في المقدمة بالاحتفالات وتحتفل دايما بيوم القلب العامل وهو لصدف اليوم التاسع والعشرين من سبتمبر وعندها نشاطات كثيرة جدا يعني ضمن هذه النشاطات طبعا تعمل قامت أيام علاجية وقامت ندوات وندوات تعريفية ممتاز وكذلك يعني تساعد في عمل حملات توعية وهذا دايما يعني هي تنتهز الفرصة دايما كل سنة من خلال يوم القلب العالمي اللي تمتد هذه الفترة لأكثر من شهر بحيث أنه يتم زيارة مناطق عدة يعني المدارس والمولات والمراكز التجارية وبعد كمان مساكن العمال يعني الجهود مستشفى راشد هي جهود ممتدة صحيح لكي توصل التوعية القلبية أو توعي بأمراض القلب لكل المجتمع ممتاز دكتور نتكلم عن أو شيء شو هي أمراض القلب وشو المسببات المباشرة لأمراض القلب أو العوامل ممكن تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب أمراض القلب كما هو الشائع كما هو الشائع أمراض القلب هناك عدة أمراض طبعا بس أكثر شيء الناس دايما تركز على أمراض تصلوا بالشرائيين وأملاد الأبحاث القلبية لأن هاي أمراض خطيرة جدا وما بتعطيك وقت يعني يعني مجرد ما الشخص يعني أصيب بذبحة قلبية ربما ما يكون لديه وقت كافي لتلقي العلاج لذلك دايما كل الجهود تركز على مرض تصلبات الشرايين ونركز أكثر في مجال الحماية والوقاية منها العوامل كثيرة جدا بس ممكن حصرة في عاملين عوامل ثابتة وعمل عوامل متغيرة صحيح العوامل الثابتة دايما تتعلق بالعمر وتتعلق بالنوع وتتعلق بالوراثة بالوراثة والإشاء الجينية أما العوامل المتغيرة وهنا نبغى المستمعين ركزوا فيها لأن هاي هي الجزء المهم جدا صحيح وهذا يعني نوع من العوامل ممكن نحن نقدر نسيطر عليه وجهود المستمعين فيها يعني في المساعدة فيها يكون كبير جدا اللي هو يعني أمراض السكر لازم الشخص الذي لديه مرض السكر أن يتابع بصورة منتظمة وحاول ينظم العلاج كذلك مرض الضغط ومراض الكوليسترول والسمنة والتدخين واحدة من العادات التي تؤثر سلبا على القلب يعني بسبب أمراض تصل والشرعين في عمره مبكر وقد تكون لديها مخاطر عظيمة جدا كذلك أمراض أخرى متعلقة هي أمراض قد تتعلق بالغدة الدرقية وأمراض الدم والأمراض التي تزيد نسبة لزوجة في الدم مثل هذه العوامل نحن دائما نبه المستمعين على أساس أنه ينتبهون يعني إذا كان لديهم أي أعراض مبكرة أو أمراض مثل هذه يعني المسارعة إلى مراجعة الطبيب المختص وأخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب ممتاز دكتور نتكلم عن دور الفحوصات الدورية هل ممكن تقلل خطر الإصابة؟ وشو الفحوصات التي تنصح للناس تسويها بشكل دوري عشان نقي نفسها من خطر إصابة أمراض القلب؟ زي ما قلنا أن هذه العوامل هي العوامل المهمة وذلك اكتشافهم بكر قد يساعد في الحد من خطورة هذه أمراض تصلب الشرائل ممتاز عالميا ما في فحوصات معينة هي فحوصات يعني ممكن تكون معتمدة بحيث أنه أي شخص في وقت محدد الذي يعني عليه جراء مثلا فحوصات معينة ولكن دائما معظم الدوريات تنصح أنه مثلا في حدود العشرين عاما يجب معرفة مستوى الكوليسترول في الجسم في حدود الأربعين عاما يجب معرفة مستوى السكر وفحص السكر التراكمي ممتاز ويجب كمان معرفة الأرقام يعني في بعض الحملات يعني بتقوم بيها مستشفى رائشة قسم القلب أنه أعرف أرقامك صحيح نحن ما عندنا فحوصات معينة زي ما أخبرتك بس حسب حالة الشخص يعني الذي يعني لديه الاستشارة إذا كان هناك عوامل مخاطرة يعني كان يكون في الأسرة في أمراض قلب نعم أو يكون هناك يعني أمراض تصلوا بشرايين مبكرة مثل هالأشخاص يعني نعمل لهم فحوصات قد تكون متقدمة نعمل لهم فحوصات لمعرفة مستوى الكوليسترول كذلك نعمل فحوصات أخرى قد يؤدي إلى تخطيط مثلا قلب عادي ممتاز بس دايما الفحوصات المتطورة حسب نسبة المخاطرة هي تحسب عن طريق معرفة كل هذه المعلومات تاريخ المرضي معرفة ضغط الدم معرفة الأمراض الموجودة هذه تؤدي إلى حساب نسبة المخاطرة أو على هذه الأساس يعني ينصح بفحوصات معينة حسب نسبة المخاطرة للشخص المعنى ممتاز دكتور نروح للخدمات التي قدمها مستشفى راشد في مجال القلب أكيد عندكم إن شاء الله قادر ضخم لخدمة المتعاملين اللي يعانون من مشاكل القلب خصوة مشاكل القلب شيء شائع بين الناس وفيه اختلاف أنواعها فشو الخدمات التي تقدمونها وشو الجهود المبذولة في مستشفى راشد مستشفى راشد قسم القلب بالذات في الجهود المبذولة من هيئة الصحة لإزعاد المجتمع وبجهود دكتور فهد باصليب ورئيس القسم دكتور حيثم هناك جهود عظيمة ومبذولة في الطوارئ صحيح بحيث أن معرفة الحالات في وقت مبكر يعني مجرد بشخص ورد إلى الطوارئ يعاني من ألم بالصدر هناك تيم موجود للتدخل المباشر والسريع يعني نعمل لتخطيط القلب وعلى هذا الأساس فيه تيم قلب موجود 24 ساعة وبعدك الحالة التقرر يعني إذا كان مثلا المريض يحتاج إلى علاج بالقسطرة مستعجل في نفس الوقت ممكن حتى لو جاء بالليل يعني نعم ففي أي وقت 24 ساعة متاحة لأساس أنه لأن هذا نحن طبعا في القلب نقول مثلا عضلة القلب معناها الوقت صحيح فكلما الوقت تأخر على العضلة كلما زادت نسبة المخاطر على العضلة بالضبط وزي ما تعرف أن القلب هو أهم شيء يعني هو يعني مصدر السعادة ومصدر الإحساس والنبل فلازم كان من جهود مستشراسة التي سيهتم بهذا القلب ممتاز كلمة أخيرة دكتور حابت شاركها مع المستمعين في يوم العالمي لأمراض القلب دايما نحن ننصح أنه أخواتنا المستمعين يعني يكونون قريبين من قلبهم دايما تعرفون أرقامكم كم يعني حد يعرف كم ضغطة القلب عنده ضغطة دم كم النبض يعرف إذا كان لديه سكر كم أرقامه كم إذا لديه كولسترول وبعد ذلك يكون ملين بالأعراض المبدئية يعني شو مثلا يعني إذا كان عنده أصيبه بوجع أو ألم بالصدر أي نوع ويكون عارف مثلا إذا أصيبه بألم بالصدر أي مكان أقرب له بالنسبة له الحسن أنه يعمل تخطيط وعلى هاي الأساس يعني وحتى مثلا إذا عجز هناك خدمة الطوارئ موجودة يعني على 24 ساعة ممكن هو يتصل على رقم 99 على أساس أن الأمبلانس أو الإسعاف الإسعاف في أي وقت ممكن يصلوا في أي مكان داخل دبي أو الإمارات ممتاز نشارك لك دكتور أناس الخطيبة خصائي أمراض القلب في مستجفى رشة هذه المداخلة بخصوص اليوم العالمي لأمراض القلب وشكرا جهودكم لخدمة المرضى اللي يعانوا من أمراض القلب وطبعا نقاض القلب هو نقاض الحياة أكيد شكرا لك دكتور ونهارك سعيد شكرا لك مثل ما شفتوا عزائي المستمعين أن كل شيء كل الأمراض وكل المشاكل الصحيين عاني منها كلها مرتبطة ببعض ومرتبطة بلمضى الحياة بالتغذية بالتوتر والحملة اللي كانت نسوي لنا مستجفى راشد مثل ما تفضل الدكتور قبل أعرف أرقامك مهم جدا أنا أعرف كم معدل لقراءة الضغط الضغط عندي النابض عندي وكلها الأرقام مهمة إحنا نكون نعرفها يعني متروحون للعيادات ويقسوا لكم الضغط اسألوا الممرضى كم ضغطي أنا اليوم مهم جدا هل تريون لماذا الممرضى تقول لكم أنت ضغطك اليوم عالي أو ضغطك اليوم نازل أعرفها عشان تعرفوا أنت بالضبط وين واقف أو وين معدل الضغط عندك لأنه الضغط أحد العوامل الرئيسية للإصابة بأمراض القلب إحنا نحن نطلع إن شاء الله حين فاصل بعد الفاصل بيكون عندنا مداخلة ويت حلوة بخصوص مشكلات الياقة البدنية والعظام وحلول إعادة التأهيل مع الدكتور محمد السويني فابقوا معنا واتذهبوا بعيدا ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعد للتواصل من ضمن الجهود الكبيرة اللي يقوم بها مستشفى راشد الحفاظ على اللياقة الصحية والبدنية للأفراد وخاصة المرضى والمصابين من ضحايا الحوادث يعمل المستشفى دائما على توفير أفضل أساليب وطرق إعادة التأهيل إعادة تأهيل المرضى والمصابين ليكونوا أكثر اندماجا في حياتهم الطبيعية بنتكلم عن مشكلة اللياقة بدنية العظام ألام الركب والمفاصلة دائما ناس الشكة منها وكل المواضيع اللي تهمكم بخصوص إعادة التأهيل يصرنا يكون معانا اليوم في الاستوديو الدكتور محمد السويني رئيس قسم العلاج الطبيعي في مستشفى راشد يا صباح الورد دكتور محمد صباح النور شكرا على الاستضافة شكرا لك نورتنا في صحة وسعادة أتوقع تخصص إعادة التأهيل صار الحين بتنمول ترند الناس قليلا ما يمر علينا المتعاملين ما مر على قسم إعادة التأهيل فنخلي تكلم أو شي شو يعني إعادة التأهيل شو يعني خدمات إعادة التأهيل بسم الله الرحمن الرحيم إعادة التأهيل تخصص طبي يشمل طبة تخصص إعادة التأهيل والمعالجين أو الفنيين اللي هم فنيين العلاج الطبيعي العلاج الوظيفي العلاج النطق العلاج المائي وهناك برامج متخصصة لإعادة التأهيل مثل برامج أعدة التأهيل لأمراض القلب وبرامج أعدة التأهيل للمشاكل الواردة في المفاصل نعم وكبار السن وذوي الهمم ممتاز وأيضا نوفر خدمات تأهيل ذوي الهمم للسياقة ممتاز وبالتعاون مع مدرسة الإمارات للسياقة نقيم المقدمة على الطلب ونعطي الإرشادات شو التعديلات على السيارة شو الأجهزة اللي بيحتاجها فمعناه إذا في حد من ذوي الهمم حاب يسوق قود سيارة صراحة السؤال دائما كان يبالك تقول كيف يعني لو الإنسان العادي إذا بيقدم على رخصة سواقة سهل يسيد درة ويأخذ رخصة ويسوق لكن ذوي الهمم شو الإجراء لازم من خلالكم أنتوا تقيمون بعدين يفتح ملف سواقة أو كيف يتم الأمور يتم التنسيق مع معهد الإمارات للسياقة المقدم على الترخيص القيادة يأخذ مواد في العيادة نعم ويتم تقيمه من الطبيب ومن فني العلاج الوظيفي ممتاز وبناء على ذلك يتم ترتيب موعد مع معهد السياقة ويتم تعطونا نصيح مثل ما كنت عشان السيارة تعديلات يتم تقيم الإعاقة ويتم بناء على ذلك يتم إعداد تقرير طبي ممتاز يشرح فيه شو الإضافات المحبذة على السيارة لتمكين هذا المقدم ممتاز ممتاز دكتور محمد شو أهمية علاج الطبيعي وعدد تأهيل كوزن بالنسبة للخطة العلاجية يعني دائما المريض يحس أن العلاج عبارة عن أدوية حبوب غيار كريم لكن العلاج الطبيعي مثل ما دائما نقول حينصر لها وزن كبير ضمن خطة العلاجية فشو أهمية أن الواحد يلتزم بهالخطة العلاجية وما يسهل يقول هو مجرد نفس الناس تقول مجرد كم من تمرين بيعلمني بس فيه لا وزن مهم عشان واحد يرجع يندمج لحظة الطبيعية برنامج عدد تأهيل طبعا يقلل من الفترة السريرية في المستشفى ويقلل من الإصابات سواء في المفاصل أو في العضلات أو في العصاب ويكون نوع من الوقاية للمشاكل المزمنة التي تصادف الإنسان مع كبير السن أو بسبب تشخيص معين فيكون دورنا على التوعية وإعادة القدرة الوظيفية للإنسان ممتاز للتمكن من تقليل الإعاقة وتحسين الجودة الحياة للجميع إن شاء الله ممتاز لو بنسأل من المفوط يأخذ علاج طبيعي أي إنسان يقدر يأخذ علاج طبيعي ولازم يكون له سمح الله ستوى لحادث أو مريض أو ممكن حتى الإنسان مثلا مثلا اللي قاعد فترات طويلة في المكتب مثلا دينا دائما إن في الظهر المخرج دائما يشكالي يقولي دكتورة ظهري دائما يعورني فهو الحمد للحمد لله مثلا ما صار بحادث أو شي لكن عنده عرض هل تحس أنه يتوجه مباشرة للعلاج الطبيعي ويأخذ حصص للعلاج الطبيعي والتأهيل؟ نحن نحي أي مراجع يكون عنده مشكلة سواء في المفاصل أو مشكلة وظيفية أو مشكلة حركية أن يراجعنا نحاول على العلاج الوظيفي نقول عن علاج الوظيفي شو عبارة عن شو العلاج الوظيفي؟ العلاج الوظيفي يركز على إعادة التأهيل الوظيفي حركة اليد من الناحية الوظيفية بيئة العمل بيئة السياقة حتى يتشعب إلى مواكبة نوع العمل يعني مثلا اللي يسوقون فترات طويلة اللي يكون عليهم يعني يشلون أشياء فجيلة فنعلمهم نوعيهم ونقوم بتقييم البيئة العملية وتقديم النصائح وهذه النصائح طبعا على المدى الطويل تقي من كثير من المشاكل المزمنة اللي يواجهها الإنسان في الحياة العملية ممتاز دكتور شو أكثر ممكن يقول الحالات اللي تشوفونها أنتوا في مركز الإلاج الطبيعي؟ هل حوادث إصابات رياضية؟ أكيد تكون جميع نواع مختلفة نواع الحالات لكن في أشياء أكثر تكرروا من غيرها إذا بنتكلم بصفة عامة الخدمات تقسم إلى الخدمة اللي نقدمها للمرضى السريريين هما بعده وفي الخدمة اللي نقدمها للمجتمع للمشاكل المزمنة الخدمة السريرية في الجلطات ما بعد السكتات القلبية الحوادث الكسور المتعددة ونستقبل حالات من تقريبا كل قسم أو كل تخصص طبي في المستشفى ممتاز يتم تقييم الحالة طبعا أول ما تدخل المستشفى وبناء على ذلك يتم تحويل المريض لتلقي خدماتنا بعد ما المريض طلع من المستشفى نعطي مواد في العيادة الخارجية ممتاز دكتور محمد وصلنا سؤال السلام عليكم هل العلاج الوظيفي يمكنه علاج الانزلاق الغضروفي في الرقبة أو في أسفل الظهر؟ العلاج الطبيعي بيكون أنسب العلاج الوظيفي بيكون مكمل مكمل ممتاز العلاج الوظيفي مثل ما شرحت بينظر إلى بيئة العمل أو المسببات العملية اليومية فيكون جزء من العلاج اللي هو الوقاية أو بالضبط الوقاية ممتاز دكتور محمد نسمع وايد من بعض المتعاملين يقول لك أنا رح تلاش طبيعي عشر حصاص أو أياً كان عند الحصاص وبعد شهرين ثلاثة حصولي ما استثبت رديت نفس قبل فشو رأيت في مثل هالكلام؟ وين تكون الحلقة المفقودة؟ الحلقة المفقودة هي في البداية أنت تعرف على المشكلة يجب شرح للمراجع أن العلاج الطبيعي أو العلاج الوظيفي يوجه المريض أو المراجع نعم صح المراجع لازم يتعلم التمارين إذا ما مارس هاي التمارين بصورة مستمرة الأعراض بترجع صح دائماً بعد نقول للمرضى عندنا في الإيادة نقول لها يعني العلاج الطبيعي ما يسوي تسمر مدى الحياة يعني السنة كاملة وإنت حالتك ما تستوجب فلازم تتعلم هالتمارين وتكمل عليها فهذا قد يحدم ممارسة التمارين الرياضي مثل ما تفضلت وقلت هو عبارة عن توجيه أنت تراوي كيف يسوي هذا التمارين الرياضي عشان بعدين يكمل في البيت فلازم الواحد يكمل عليه دكتور محمد نتكلم بشكل عام بالنسبة للعلاج الوظيفي أنا وديه من العلاج الوظيفي لأنه بما أني موظفة وكثير من يسمعونه موظفي مدى أهمية أن الموظفي يتعرف على المشاكل تستويلا بسبب وظيفته وأنه يتوجه للعلاج الوظيفي عشان مثل ما دام يقول يرجع لممارسة وظيفته اللي هو مثل ما يقول باب رزقه يعني عشان يرد يرجع بكامل قوته ويكمل في هذه الوظيفة فشو أهمية الواحد يتعرف على الخدمة ويحصل على الخدمة إذا هو يحتاجها الخدمة موجودة نحن نرتب ورش توعوية للتخصصات المختلفة ممتاز نقوم من خلالها بشرح وين نقاط الخلل وشو النصائح اللي يترتب على العامل أو الموظف أن يقوم بها وهذا على المدى الطويل تقي من كثير من المشاكل المزمنة وتزيد عدد ساعات العمل ممتاز أن الأصابات تكون أقل صحيح وتضمن بيئة آمنة وسعيدة ومنتجة للموظف ممتاز دكتور محمد كثير من الناس الحين حتى في عمار صغير يشكون ركبهم متعورهم وفاصلهم متعورهم تحس أن الشكوة دائم متكررة ففي وجهة نظرك كخبير في العلاج الطبيعي شو زب هذا الشكوة؟ هل سبب أن نحن نظام حياتنا غلط أو قاعدتنا غلط؟ أو شو السالفة؟ فتلاقي برانات عمار من 25 تروح للاك طبيعي ليش؟ تذكر ركب يتعورني وفاصل يتعورني فتستغرب من انتشار هذا الشيء الآن شو السبب؟ المشكلة عدم التوعية العادات السيئة عدم ممارسة الرياضة عدم الإلمان أو التوعية باللياقة صحيح عزوف الكثير من الشابات والشباب عن ممارسة الرياضة بصورة دورية هذه أهم الأسباب هذه نصيحة دكتور محمد أنه لازم لازم نحن نوعي نفسنا في هذا المجال أن الرياضة، القاعدة الصحيحة، الجلوس الصحيحة في المكتب أو في البيت المشي الصحيح حتى طريقتها المشي الصحيحة كلها تأثر في المشاكل دائما نسمعها أهلا متظهر على الفاصل وغيرها دكتور محمد في كلمة أخيرة حابة توجه للمستمعيننا وخصوص العلاج الطبيعي نصيحة عامة عشان ما ينوايد العلاج الطبيعي أو مثلاً ما يطرون يشوفون العلاج الطبيعي نحن نرحب ونحيي كل المستمعين اللي عنده أي مشكلة وظيفية أو أي مشكلة حركية أن يراجعنا ونقوم بالواجب معه ما تقصرون، شكراً لك دكتور محمد السويني رئيس قسم علاج الطبيعي في مستشفى الراشد هذه المداخلة بخصوص مشكلة الياقة البدنية والعظام وحلول العلاج الطبيعي ما شاء الله الخدمات اللي عندنا فهي تصحبت بين ما شاء الله كثيرة فقبل دكتور محمد معنا فيه سؤال عشان ما أحبطه فأسألت المستمعين يقول هل العلاج الطبيعي له آثار جانبية؟ بالأخص إذا كان علاج بالذبذبات والكهرباء له معايير والعلاج بالذبذبات والمعايير طبعاً ما نحبه في كل الحالات فلذلك يزب استشارة الطبيب وبناء على ذلك يتم إعداد العلاج المناسب وإذا كان فيه أي عوارض للعلاج الكهربائي أو بالذبذبات منقوم بشرح ذلك للمراجع وتجنب أي أعراض جانبية ممتاز ممتاز شكراً لك دكتور محمد تسويلي وجودك معنا اليوم ونهارك سعيد شكراً لك من بعد دكتور محمد نقرأ الدراسة اليوم ما قلت لكم عن الدراسة الدراسة شوي مرتبطة بالفقرة التغذوية ممكن تتكلم عن الزهايمر تقول الدراسة اليوم توصل بحث طبي رائد إلى أن الذين يعانوا من مشاكل معينة من مرض الزهايمر أو الخرف يمكن التعرف عليهم من خلال طريقة مشيهم وجد العلماء في جامعة نيوكاسة في إنجلترا أن الأطباء قادرون على تحديد ما إذا كان المريض يعاني من الزهايمر أو الخرف المصاحب لأجسام ليوي أجسام ليوي هو نوع من نوع الخرف المصاحب لمرض باركنسون من خلال النظر في الاختلافات الدقيقة في نمط المشي لديهم هذه المرأة الأولى يتمكن فيها الباحثون من اعتماد المشي كعلامة سريرية محتملة لنوع فرعية من المرض العصبي ويمكن يؤدي هذا الاكتشاف إلى علاجات أكثر دقة لمثل هذه الأمراض وجد العالمون أن الأشخاص الذين يعانون من الخرف المصاحب لأجسام ليوي يمشون بشكل مختلف على المصابين بمرض الزهايمر مما يسهل عملية تشخيص الحال المرضية بطريقة أكثر دقة الدكتور ريونة مكاردل المؤلف الرئيسي للدراسة والباحثة في كلية العلم الطبية بجامعة نيوكاسة تقول إن التحديد الصحيح لنوع الخرف لدى الشخص ما أمر مهم للأطباء والباحثين لأنه يتيح للمرضى الحصول على العلاج الأنسب لإحتياجاتهم في أسرع وقت ممكن ممكن في وادي من الناس تستغرب تقول ليش هذا الاهتمام المفاجئ بمرض الزهايمر والخرف أنا أقول لكم ليش من وجهة نظر الشخصية أنه مع تطور العلم تطور الطب الناس صارت تعيش لأعمار أطول من قبل بسبب جودة الخدمات الصحية الموجودة فصرنا نتحكم بالسكري أفضل بالضغط أفضل بكل الأمراض يعني حتى السرطان وغيرها صارت العلاجات فيه تقفز قفزات كبيرة بالتالي الناس صارت تعيش مدة أطول لكن لا تزال المشاكل المرتبطة بالدماغ الزهايمر باركنسنز والجهاز العصيب بشكل عام لا تزال هذه عليها كثير من علامات الاستفهام شو أسبابها ليش الناس تصاب بها كيف نقي نفسنا منها لأنه ما نبقى الناس يطول عمرها ولكن تصاب بالخرف أو باركنسن أو الأمراض الشيخوخة وتعيش في عالة على الآخرين أو تعيش غير معتمدة عن نفسها بالتالي هذا ما تكون أفضل العيشة نتمنىها للناس الغرض من علاج الأمراض نحن نوفر الناس أفضل حياة صحية دائما لما نقول نعيش أطول حياة بأفضل صحة عشان نستمتع بهذه الحياة نحن وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم برنامج صحة وسعادة إن شاء الله كنا نخفاف عليكم على مدى هذه الساعة الإذاعية أشكر أيمن سرحي في الأخراج ومين المري في التنسيق أشكر ضيوف الكاري الموجودين معانا اليوم مداخلاته إن شاء الله أثرت البرنامج أكيد وشكرا للبعثون الرسائل الأسئلة دائما نقول تثري البرنامج فنتمنى لكم إن شاء الله نهار سعيد ونهار إيجابي وإلى أن نلقاكم إن شاء الله نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي